طب قلنا بقى فسوط ماشرة مين من ولاد حضرتك واخد الموهبة دي آه ماشرة برضو يعني بنته طلعت واخدة منه شوية بنت صغيرة اسمها ميرنة هي اللي غاوية بقى ايه الحدوثة دي وعايزة تلعب فيها بس الوقت بكارة بكفر ايه والصغير ده هو اللي معصلك معايا ماشى أبو البكرير مش حسيبك برضو الله يا أستاذ عادي اللي يعني لأ شخصية ماشرة الحياة فعلا يعني كتير مننا اتأثر بها جدا طب حضرتك اللي بتحط الطابع بتاع الشخصية ولا المخرج والمؤلف بيبقوا متفقين على طون الصوت مثلا هو المؤلف بيبقى كاتب النص انا اساسا عندي نزعة الكوميديا شوية طبع فأنا بحب ألعب في الشخصية وألعب في النص أشوف ايه الصغرات كده ممكن ايه ألعب منها فمعظم الإفعاد اللي أنا بقولها ببقى أنا اللي عملها يعني ببقى المؤلف حطت الموقف فيه فرشة وأنا بقى اللي بقى لعب طب طون الصوت يعني شكل الصوت يعني وصل المشرة انت بتتكلم بشكل شرير بشكل آه يعني التون دوت المخرج اللي بيختاره ولا انت ما بتقرأ العمل كده بتحس انه لا لا ده الصوت ده هو اللي هيليه لا الكاركتر أنا اللي بعمله والمخرج بيوافق عليه بتسمعه له المسلا هالمشرة اخترت مثلا تون صوت مختلف عن ده وبعدين توفقت في ده نأ هو الحمدللله بالنسبة للمشرة توسيدون اعملتهم من اول مرة يعني انا ببص للشخصية بشوف ايه اللي يلزمها وانا اللي بقرر اعمل ايه المخرج بيسمعه فالحمد لله بيوافع دي حاجة جميلة جدا راح كمان وعملنا يعني العمل الكبير برضو الكرتون اللي كلنا بنتفرج عليكم برضو صغيرين سبونج باب خلونا قبل ما نروح لسبونج باب ناخد بكار الفنان محمد درويش معانا على التليفون الو الو